معركة مرج دابق في 8 اغسطس 1516 بين العثمانيين والمماليك قرب حلب في سوريا قاد العثمانيين السلطن سليم الاول وقاد المماليك قنصوه الغوري تمزق جيش المماليك بسبب الخيانة وبسبب لمدافع العثمانية التي لم يهتم المماليك بادخالها في جيوشهم وبسبب الفارق العددي البشري بين الجيشين ساءت العلاقة بين العثمانيين والمماليك وفشلت محاولات الغوري في عقد الصلح مع السلطان العثماني سليم الاول وابرام معاهدة السلام فاحتكما الى السيف والتقى الفريقان عند مرج دابق بالقرب من حلب في 24 اغسطس 1516 ميلاديا كانت العلاقة بين الدولتين العثمانية والمملوقية في بداية الامر علاقة مودة وتحالف ويظهر ذلك في اشتراك الاسطولين العثماني والمملوقي في حرب البرتغاليين وبدأت الخلافات تطف على السطح مع بدء المواجهة بين السلطان سليم وشاه اسماعيل الصفوي سلطان فارس حيث سعى كل منهما للتحالف مع المملك لمواجهة الطرف الاخر وارسل كل منهم السفارة تلو السفارة للسلطان قنصوه الغوري طالبين منه التحالف فاما الشاه اسماعيل فقد حذر قنصوه من خطورة سليم الاول على ملكه وبين له ان عدم تحالفهم سيمكن السلطان سليم من الاستفراد بالواحد تلو الاخر والقضاء عليه خصوصا مع توقيعه للهدنة مع الاوروبيين بينما حث السلطان سليم السلطان قنصوه على التحالف ضد اعداء الدين من المرتدين الشيعة محذرا اياه من طموح الصفويين نحو حلب والشام ولما لم يلقى استجابة من قنصوه لجأ الى تحذيره من مستقبل الصفويين كتهديد مضطن له وعندما سيرت السلطان سليم نحو بلاد فارس راسل على الدولة اميرة سلالة ذي القادر التركمانية طالبا منه مساعدته في حرب الصفويين فاعتذر منه على الدولة متعللا بكبر سنه ووقوعه تحت حماية المملك لكن بعد انصراف الجيش العثماني هاجمت قوات على الدولة مؤخرة الجيش العثماني على ان قنصوه ارسل رسالة شكر لعلاء الدولة يطالبه فيها بالاستمرار في مناوشة السلطان سليم رد السلطان سليم على ذلك بكتاب ارسله للسلطان قنصوه يعلمه فيها بفعلة على الدولة فارد عليه السلطان قنصوه بان على الدولة عاص من حينها تربص السلطان سليم بالسلطانة المملكية وايقن الناس ان كلاهما يجمر للاخر شرم حاول قنصوه تهدئة الامر بينه وبين السلطان سليم بعد انتصاره الحاسم في معركة جلديرا فعرض عليه التوسط في الصلح بينه وبين الشاه اسماعيل الا ان السلطان سليم اغلظ معاملة الرسل ووبخهم جمع السلطان سليم وزرائه وقادة جيشه وذكرهم بفعلة على الدولة الخاضع للممليك ورفضوا الممليك التعاون معهم في حرب الصفويين لذلك استقر رأيه على اعلان الحرب على الممليك على ان يرسل رسالة الى السلطان قنصوه يعرض عليه الدخول في طوع السلطان سليم وكان الغرض من الرسالة جر قنصوه الغوري الى الحرب ارتكب حينها السلطان قنصوه غلطة سياسية كبيرة بان اغلظ معاملة الوفد واهانهم انتقاما منه لما حدث مع وفده سابقا بدلا من ان يحاول اصلاح العلاقة بينه وبين سليم وخرج السلطان قنصوه بجيش كبير من نصر لتفقد قواته الموجودة في سوريا وليكون على استعداد لاي تحرك عثماني بينما خرج السلطان سليم على رأس جيشه من اسطنبول قاصدا بلاد الشام بعد ان علم قنصوه بخروج سليم لملاقاته ارسل رسالة الى جنبردي الغزالي والى حمس ان يجمع قواته ومعه امراء الشوف ولبنان ويوفيه عند سهل مرج دابق فاستجاب له وتجمع بقواته هناك كما تجمع لديه جيش من دمشق بقيادة سيبي ولي حلب خاير بيك كان على اتصال بالعثمانيين واقنعوه بخيانة قنصوة على وعد بحكم مصر وعلى الرغم من تلقق صوة التحذير مرتين من خيانة خاير بيك احد التحذيرات كان من الامير سيبي حاكم دمشق شخصيا الا انه واحتكاما لرأي جنبردي الغزالي صديق خاير بيك القديم قد رفض عقابه حتى لا يشتت قلوب الامراء قبل المعركة خرج العثمانيون بجيش ضخم يضم مائة وخمسة وعشرون الف مقاتل على وجه التقريب ومعهم ثلاثمائة مدفعا وعددا كبيرا من حملة القربينة بنادق بدائية وترك سليم ابنه سليما نائبا عنه في اسطنبول وكان عدد قوات المملك غير محددة وان كانت تقدر بخمسة الاف مقاتل من نصر بالاضافة لجيوش امارات الشام من عشر الى عشرون الف على اقصى تقدير وترك قنصوة ابن اخيه طوما باي نائبا له على مصر استفى الجيشان وبدأت المناوشات بينهما وما لبث ان قام فرسان المملك بهجوم خاطف على الجنود العثمانيين فزلزلوهم واضطربت صفوفهم حيث هاجم رمات السهام من فرسان المملك حملة البيارق من العثمانيين ثم التفوا لمهاجمة حملة البنادق المسكيت والقربينة واستبسل الجنود الممالك واظهروا الشجاعة حتى فكر ساليم الاول في تجديد الهدنة بعد الخسائر الفادحة التي نزلت بجيشه الا ان ضرابات المدفعية القوية قد اذهبت هجمات الممالك اضراج الرياح كان قنصوه الغوري يقود الجيش من على فرسه حينما انحاز فجأة خائر بكوالي حلب وقائد الميسرة للعثمانيين ولم يكتفي بذلك بل ادعى ان السلطان قنصوة الغوري قد قتل فاهتز الممالك بعد انكشاف صفوفهم واقلة عددهم وانهيار معنوياتهم بعد اشاعة مقتل السلطان وامتهاء هجمات الممالك الجلبان الى لا شيئا وكثف العثمانيون من قصفهم للممالك بالمدافع التي لم يهتم الممالك بادخالها في جيوشهم مثل ما اهتم بذلك العثمانيون فزادت الخسائر في صفوف الممالك وبدأ الجنود في التخاذل والهرب فانفك الجيش وانتصر العثمانيون وقتلوا اعدادا كبيرة من الجنود الممالك وقتل قنصوه الغوري اثناء انسحابه ولم يعثوا للسلطان قنصوة على جثة وقيل ان احد ضباطه قام بقطع رأسه ودفنها حتى لا يتعرف عليها العثمانيون فيتشفون فيها فتح الانتصار للعثمانيين في هذه المعركة الباب لدخول دمشق فدخلها ساليم الاول بسهولة وبدأ بالتجهيز لفتح مصر والقضاء على الدولة المملوكية بعد ان احكم سيطرته على الشام وفي مصر قام الممالك بتنصيب طوما بي سلطانا وبدأوا في التجهيز لصد العثمانيين الا ان تكاسلهم وتقاعسهم وخيانة بعضهم كان كفيلا بسقوط الدولة وهزيمتهم في معركة الريدانية ومن ثم استيلاء العثمانيين على مصر ترجمة نانسي قنقر